بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح نبدأ بالفصل الثاني فصل الفلك وعلوم الفضاء من وحدة علوم الأرض والفضاء الوحدة الأخيرة من مادة العلوم الصف الثامن درسنا اليوم رح يكون عن استكشاف الفضاء رح نحكي فيها عن مراحلة وما يتضمنه من مكونات وأجرام سماوية مختلفة وظواهر فلكية بتحدث من خلاله طبعاً أنا لما أحكي ما المقصود باستكشاف الفضاء ما المقصود أو ماذا كلمة استكشاف يعني حب استطلاع أو تجميع معلومات فهي التعرف إلى مكونات الكون من أجرام سماوية يعني أجرام سماوية سواء كان كواكب، نجوم، أقمار إلى آخره تعرف على مواقحها بعدها يعني مثلاً ما هو أقرب كوكب إلى الشمس أو ما هو أبعد كوكب إلى الشمس وتركيبها يعني طبيعة سطحة وطبيعة مكوناتها طيب، هلأ بدنا نحكي لمراحل استكشاف الفضاء طبعاً استكشاف الفضاء ما تم دفع واحدة أو مرحلة واحدة وإنما تم على عدة مراحل وعدة أقصام طبعاً تبعاً للأدوات اللي تم اكتشافها في ذلك الزمن فبالبداية رح نبلش بالعين المجردة العين المجردة يعني العين البشرية طبعاً ليش؟ لأنها كانت هي الأداء الوحيدة والمتوفرة في ذلك الوقت لأنه كنا منعرف الحياة القديمة كانت عبارة عن حياة بسيطة بدائية ما كان في عندي الأدوات ولا التطور اللي منقدر بدخلاله إنه نرصد الأجرام السماوية فكانت العين هي الوسيلة الوحيدة طبعاً من أشهر الحضارات القديمة اللي قامت برصد الأجرام السماوية من خلال العين أول حضارة المصريون بعدها البابليون بعدها الصينيون هلأ تاني أداء من خلالها دلنا إنه نرصد الأجرام السماوية عنا المقراب المقراب طبعاً هو عبارة عن آلة هاي الآلة بتقوم بتجميع أكبر كمية ممكنة من الضوء الساقط من أجرام السماوية باتجاه الأرض يعني أنا لما بدي أرصد جرم السماوي طبعاً بوجه هذا المقراب باتجاه هذا الجرم السماوي اللي بدوره المقراب بيعملي على تجميع أكبر خضر ممكن من الضوء اللي بيقدر من خلاله أني أشوف هذا الجرم بوضوح أكبر أو بقدرة تكبيرية أعلى طبعاً المقراب تم بمراحل أول فكرة أو فكرة أول مقراب فلكي كانت في عام 1608 اللي صنع النظرات اللي هو الهولندي هانز لبريشي اللي فكرة المقراب بلشت من خلال صناعة النظرات يعني طبعاً إنه النظرات الطبية تحتوي عدسات وهاي العدسات إنها بتقدر يتوضح لي صورة الأشياء اللي أمامها بشكل أكبر بشكل أوضح فمن خلاله إنه استطاع يكتشف لي أو يصنعني أول مقراب بعديها بيعام مغاحد يعني عام 1609 ميلادي جاء عمنا العالم لإيطالي غاليليو طبعاً شو عمل أهم إنجازات العالم إيطالي غاليليو لأنه أحدث لي ثورة في اكتشاف الفضاء أول إشي إنه استطاع يصنع لي مقراب هذا المقراب بيكبر الأشياء 33 ضعف أو 33 مرة ضعف عن حجر بغان الأصلي ثاني إشي إنه قدر إنه يرصد لي معالم سطح القمر من خلال إنه تمكن إنه يشوف جبال القمر وثالث إنجاز إنه استطاع يرصد الأقمار اللي بتدور حول كوكب المشتري يعني لو سؤالي أذكر ثلاثة من أهم إنجازات العالم الإيطالي غاليليو في استكشاف الفضاء واحد صنع مقراب بيكبر 33 ضعف اتنين استطاع إنه يشوف أو رؤية جبال القمر ثلاثة يرصد الأقمار اللي بتدور حول كوكب المشتري زي ما إحنا شايفين هون صورة بسيطة للمقراب البداي أو البسيط اللي كان بالبداية صنع بعدين عنا صورة المقراب اللي تم تعديله أو تحسينه أو تطويره طيب هلأ ثالث مرحلة أو ثالث قسم عندي صواريخ أو صاروخ الفضائي شي يعني صاروخ هو عبارة عن وسيلة هاي الوسيلة أو الأداب تحمل المركبة الفضائية بتوجيها بتحطها بمدارات بتدور حول الأرض يعني هو بيحملي علامة إنه مركبة فضائية هاي المركبة بيحطها في مدار يعني في مصار محدد حتى تدور حول الأرض طبعا مرحلة أول شي كان عام 1957 لما أطلقوا أول قمر صناعي بواسط الصاروخ طبعا هذا القمر صناعي عشان الاتصالات بعديها بعام 1961 انطلقت أول رحلة فضائية قام بها الإنسان يعني بهذا العام كان الإنسان بيخطو خطوة جيدة نحو استكشاف الفضاء إنه استطاع إنه الإنسان يعبر الفضاء بعدها بالسبعينيات استطاعوا رواد الفضاء إنهم يطوروا مهارات العيش حتى إنهم يدلهم على متن هاي المحطات الفضائية أكبر قدر ممكن للوقت بعدها بالتسعينات في عام 1998 استطاعوا إنهم يبدوا ببناء محطة فضائية دولية هاي المحطة الفضائية الدولية كان هدفها الرئيسي إنها تقضي أكبر فترة طويلة أو أكبر قدر ممكن للوقت في الفضاء زي ما إحنا شايفين هنا عبارة عن صورة بتوضح لي وبتبين لي عدة أشكال من الصواريخ الفضائية زي ما إحنا شايفين هنا صاروخ بيبر أو حركته عبر الفضاء أو عبر الفراغ تمام هلا بنا نبلش بالرحلة الفضائية هلا الرحلة الفضائية اللي قام فيها رواد الفضاء كان تحتوي على جزئين الجزء الأول كان هو عبارة عن الصاروخ زي ما حكينا الصاروخ هو أداة بيحمل المركبة الفضائية وبحطها في المدار المطلوب بينما الجزء الثاني هو المركبة هي نفسها الفضائية اللي بيكان يحملها الصاروخ نمام هلا بنحكي عن المركبة الفضائية المركبة الفضائية بتنقسم إلى جزئين أو قسمين أول جزء أو أول قسم أو أول نوع مركبة فضائية غير مأهولة وتاني نوع مركبة فضائية مأهولة طبعا رح نحكي عن كل واحدة بالتفصيل نبدأ بالمركبة الفضائية الغير مأهولة كلمة مركبة فضائية غير مأهولة هي مركبة لا تحمل روادا يعني ما فيها بشر وما بيكون علامتينها رواد فضاء فقط وإنما تحتوي على أجهزة ومعدات هاي الأجهزة والمعدات بتم التحكم فيها من قواعد أرضية يعني هاي الأجهزة بتكون بالفضاء ولكن بتم التحكم عنها أو بتحكم فيها عن طريق القواعد الأرضية طيب من أشهر وأهم القواعد الأرضية واحد أو ألف القمر الصناعي شو يعني القمر الصناعي هو عبارة عن قمر بتم وضعه في مدار خاص طبعا حول الأرض أو مش شرط الأرض أو حوله أي كوكب بدنا إحنا نرصده أو نستكشفه طبعا بيكون لبعدة أعمال أهمها اتصالات أو الأرصاد الجوية أو الأغراض العلمية طبعا العرب قاموا بإطلاق أول قمر صناعي اللي هو معروف العرب سات طبعا كنا سمعنا عنه في عام 1984 طبعا هذا القمر عرب سات كان يحتوي على كتير من القنوات الاتصال للهواتف وكان يبثل البرامج التلفزيونية أو تلفازية ويتبادلها زي ما احنا شايفين هنا صورة للقمر طيب تاني جزء من مكونات أو أجزاء المركبة الفضائية الغير مأهولة المجسات أو المسابير الفلاكية مسابير يعني مفردها مسبال شو يعني مجسات أو مسابير فلاكية هي مركبات تطلق من الأرض في رحلة بلا عودة يعني متجاه واحد يعني المركبة بتم إطلاقها من الأرض وما بترجع مرة تانية للأرض فقط بضلها بالفضاء يعني ذها بدون عودة أول مجس فلاكي تم إطلاقه هو مجس لودا إثري في عام 1959 فكان هذا المجس بدور في مغدار خاص له حول القمر مثل ما احنا شايفين هنا المسابير الفلاكية أو المجسات تمام هلا المجسات إلها أربع أنواع أول نوع المجسات المدارية كلمة مدارية يعني إنها مركبات تتحرك في مدار محدد وين حول جرم سماوي يعني أنا بدي أستكشف مثلا كوكب الأرض أو كوكب المريخ هذا المجس المداري بتضلها تدور حوالين الكوكب أو جرم سماوي اللي بدي أكتشفه حتى تضلها إنها تلتقد صور لسطحه وتدرسه عن بعض إذا مجسات مدارية لازم تدور في مدارات تاني نوع من المجسات المجسات الهبوط بنسمها هبوط هي مركبات بتهبط على سطح الجرم مش زي المجسات المدارية بتضلها تدور حوالينه وبتدرسه عن المعدد لا بتهبط هون الهبوط بتهبط على سطحه وبتدرس طبعا المعلومات المطلوبة منها بتضلها ثابت بمكانه هاي أهم إشي إنه صح بتهبط على سطحه ولكن بتضلها ثابت بمكانه يعني ما بتتحرك وهاي زي ما احنا شايفين مجسات أشهرها مجسات فاينكيج اللي أرسلت أو أرسلت لدراسة سطح المريخ ثالث نوع من أنواع المجسات مجسات الهبوط المتحركة يعني بسموها العربات هي زي المجسات الهبوط صح إنها بتهبط على سطح الجرم سماوي بس اسمها متحركة يعني بتتحرك طب كيف بقدر أتحكم فيها أو كيف بحركها إنه بتم تحركها بواسطة التحكم عن بعد محطات الأرضية يعني هاي المجسة بتكون مواصلة موجودة على كوكب المشتري ولكن أنا بحركها من كوكب إيش الأرض يعني بقدر أتحكم فيها من كوكب الأرض رابع النوع من المجسات المجسات الغاطصة اسمها غاطصة يعني مركبات تتوجه إلى الكواكب الغازية وتوص في غلافها الغازي طبعا شو يعني الكواكب الغازية طبعا معلومة إنه إحنا عنا الكواكب تقسم إلى نوعين كواكب داخلية المسميها الصخرية اللي هي بتكون قريبة من الشمس اللي هم عطارة الزهرة الأرض المريخ يعني إحنا كوكبنا الأرض كوكب داخلي أو صخري شو يعني صخري؟ يعني طبيعة سطحه صلب وبتكون من صخور بينما الكواكب الغازية اللي هون الموجودة هي عبارة عن كواكب نسميها خارجية ليش خارجية؟ لأنها الأبعد عن الشمس فبسميها خارجية أو غازية ليش غازية؟ لأنه طبيعة سطحها مش صلب يعني ليس صلبا وإنما بتكون من غازات هاي الكواكب زي المشتري زحل رونس ونيبتون طبعا بهيك منكون أنهينا درسنا طبعا الجزء الثاني من الدرس رح يكون بالفيديو اللي بعده ويعطيكم العافية شكرا